مع انتعاش السياسة في البلاد من خلال مبادرة القاهرة لتحييد الملف الليبي عن التدخلات الخارجية وحلها داخليا من خلال مفاوضات تفضي الى استقرارها قال رئيس تكتل احياء ليبيا عرف النايض ان اعلان القاهرة مبني على مبادرة رئيس مجلس النواب عقيل صالح والتي تبلورت من خلال حوار مجتمعي الليبي وعلى حوارات سابقة جرت مع الاطراف الليبية على مدى سنوات مشيرا الى انها مبادرة الليبية بامتياز حظت بدعم الرئيس المصري والدبلوماسية المصرية كما انها لم تهدم ما بنته البعثة الاممية في جميع محطات عملها من باريس باليرمو ابوظبي وبرلين واكد النايض في مقابلة نشرتها صحيفة اليوم السابع المصري دعمه للمبادرة التي وصفها بالناجحة منذ انطلاقتها من خلال مجموعات مجتمعية كمجموعة ابناء ليبيا ومجموعة الحراك من اجل ليبيا والذي تمثل رئاسته مشايخ القبائل الليبية واشاد النايض بموقف الجارتين تونس والجزائر خاصة عقب الاستقبال المهيب لرئيس مجلس نواب عقيل صالح ودعمها للمبادرة المصرية مشيرا في ذات السياق الى العلاقات الوطيضة بين الشعبين الليبي والتونسي والتي لن يفسدها رئيس البرلمان التونسي الممثل لحزب النهضة الاخواني معبرا عن الثقة في تمكن الشعب التونسي ونوابه من الوقوف في وجه محاولات الاخوان لطوريط تونس في دعم الاجتياح التركي لليبيا اولا واخيرا ارادة الشعب الليبي هي الفيصل بهذه الكلمات كدى النايض على حل الازمة الليبية معتبرا مفتاح التفاهم بين الليبيين هو تفادي الغرور والاستكبار والفرح بالانتصارات الوقتية وبان ليبيا تحتاج الى حوار وحل سياسي لا الى غلبة عسكرية وحمل النايض انتشار المتطرفين والارهابيين في البلاد الى رئيس التركي اردوغان والذي صدرهم الى ليبيا بشكل علني ليصبح قوة تدخل ارهابي سريع في شمال افريقيا يهدد بهم ليبيا ودول الجوار ودول الساحل والصحراء والشاطئ الاوروبية المقابل موضحا ان التحركات العسكرية التركية في المنطقة تحكمها نظرة عثمانية جديدة احياها منظرون سياسيون اواخر تسعينيات القرن الماضي اذ ان التدخلات التركية هي محاولات جادة وخطيرة لاختراق المنظومة الامنية العربية ومحذرا من هذا الغزو العثماني الجديد الذي يعتبر اكبر خطر تواجهه الدول العربية ويهدد استقلالها ووحدتها وامنها الوطني النايض اعتبر استدعاء حكومة الوفاق للاتراكس يجعل ليبيا ساحة للصراعات الدولية وهو ما حصل فعلا في اجتماعات حلف الناتو وهو ما ينبئ بان ليبيا قد تعاني من ويلات صراع دولي مسلح على حساب المدنيين الليبيين ودع النايض الدول العربية الى ان تعي ان الاجتياح التركي لليبيا هو اجتياح لها جميعا والاجتماع بشكل طارئ لتفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك والتي جعلت اصلا لمواجهة مثل هذا الخطر الوجيدي على الامات العربية اما عن الموقف الامريكي فقد عبر النايض عن استيائه من سياسة العزلة والانسحاب التي مرستها الولايات المتحدة الامريكية في الاربع سنوات الاخيرة والتي تركت الساحة واسعة لبعض القوى الاقليمية وخاصة تركيا التي استغلت بدورها الموقف وخرقت التوازن الاستراتيجية العسكرية والامنية في منطقة شرق وجنوب المتوسط وفيما يخص الامم المتحدة فاشاد النايض بجهودها منذ استقلال ليبيا داعيا لعدم تغيير الرئيسة المكلفة برئاسة البعثة حاليا ستيفاني ويليامز لحساسية الوضع لكنه في ذات الوقت اشار الى الحاجة الملحة لتعيين مبعوث شخصيا خاص لامين الامم المتحدة يقدم مصالح ليبيا ومواطنها واستطيع ان يتفاوض مع كافة العواصم الفاعلة في ليبيا وموازنة وتطمين مخاوفها النايض في تصريحها اوضح ان ما حصل من التفاف حول مبادرة عقيل صالح والتي تطورت الى مبادرة القاهرة وضعت رئاسة البرلمان الليبي في وسط العمل السياسي الليبي في المرحلة الحالية مشيرا الى تحشيد الدعم البرلماني لمبادرة القاهرة واخارطة الطريق الواردة فيها غير ان هناك ضغوطات تفرضها حكومة الوفاق لشق الصف في البرلمان مؤكدا ان هذه المحاولات ستفشل باعتبار ان العالم لا يعترف الا بالبرلمان المنعقد في بنغازي وبرئاسته الحالية وموضحا انه شارك في عمل دبلوماسي خلال الاسبع الماضية لترتيب عشرات اللقاءات بين رئيس البرلمان وبين وزراء الخارجية والسفراء لعدة دول ابرز الدعم الدول للبرلمان الليبي النايض اكد ان القبائل الليبية هي النسيج الاجتماعي للشعب الليبي ومبين ان المبادرة التي اطلقها عقيل صالح ترتكز على الاعراف الاجتماعية الليبية وتبسح دورا هاما لقيادات القبائل الليبية لتكون القبائل الليبية فاعلة في التفاوض الدولي داعيا اياها لتشكيل لجان تواصل دولي لتكون جزءا من اي حوار بخصوص الشأن الليبي ومستقبل ليبيا وانتقد النايض مماطلة اجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة التي تستطيع ان توحد ليبيا وقيادتها مؤكدا ان المماطلات والتأجيلات والتأخيرات هي السبب الرئيس في الحروب والصراعات التي مسقت ليبيا معلنا قناعته بان الانتخابات هي الحل الامثل لليبيا ومشيرا الى تجديد خطة احياء ليبيا ونيته اعادة اطلاق حملة الترشح فور الاعلان عن الانتخابات الرئاسية ومختتما بان البلاد تستحق مستقبلا مستقرا وزاهرا والى ثقافة حياة واحياء بدلا عن ثقافة الموت والحرب اشتركوا في القناة